هل يا اصدقائي معكم سامو طبعا هذا الفيديو يا اصدقائي مثل ما شفتوا بالانوان اليوم يا اصدقائي الفيديو وهو اخيرا ايميل اليوم الثلاثاء فطبعا يا اصدقائي فيني اقبلكم ايميلي اليوم باحداث السنة لانه يا اصدقائي هذا الايميل سيغير من بيك اكس دي و سيطورها لانه في كثير اشياء جديدة ستنزل ما كنا متوقعين ستنزل فتابعوا معي يا اصدقائي في فيديو اليوم لحتى تعرفوا ايش هو التحديث القادم وكمان حفهمكم فكرة التحديث القادم وكمان ححكيكم على كثير مميزات جديدة رح سنزل في التحديث كثير بالجنن وحنشوف اذا حتكون مفيدة لللاعبين او لا واحلى شيء واحلى شيء يا اصدقائي من غير كل هذا في مفاجأة ثانية في اشياء مجانية لجميع اللاعبين فبهذا الفيديو رح اخبركم ياها فايميالي اليوم كثير بجنن ويستحق المتابعة لهذا حطوا كثير رايكات على هذا الفيديو اذا شاركوا بالقناة وفارزوا زر الجرس وبس هاستي الله مبلش فالتس جو اوكي يا اصدقائي في البداية نفس ما توقعت وتوقعوا جميع اللاعبين تحديث الكريسماس مو هو التحديث القادم ففي تحديث صغير رح ينزل قبله فتعالوا هسا افهمكم شو هو طبعا يا اصدقائي بالايميال الماضي تذكرون يوم غوسب جول قالت انه فجأة كانت تجول والتقت بشخص ما وقال لها تبحث عن وظيفة فطبعا يا اصدقائي غوسب جول تقول انه ظنت هذا من الكارهين ومن اعداء النجاح وكذا ولكن طلع الشخص هيك عم يعطيها تسريبات لانه يا اصدقائي التحديث القادم رح يكون تقريبا فكرته هي هيك الوظائف وهيك المهن فينا نلقب عليه المهن لانه في كثير اشياء من المهن رح تنزل فهسا تعالوا اخبركم بهالتفاصيل فوالله يا اصدقائي في كثير اشياء بتجنن ما اعرف من وين ابلش لكم والايميال كثير كبير ويعني حاسس اذا قلت لكم كل الاشياء بهذا الفيديو حضيع او حنقص منها لانه يا اصدقائي شوفوا بالبداية هاي هي الصورة الاولى طبعا هاي الصورة يا اصدقائي فيها مجموعة من المهن واللي بعد شوي حخبركم عنهم وحنشوف لهم صور خاصة فيعني في كثير اشياء تنقال بهذا الايميال يلا هسا اخبركم عن اول شغلة ويلي هي عن مهنة او موهبة رقص البالي شوفوا يا اصدقائي نفس ما عم تشوفوا هاي البنت ترتدي ملابس جديدة خاصة بهاي الهواية اللي قلت لكم تبع البالي فتبعا نفس ما عم تشوفوا رح تجي معاها طبعا حركات كثير اسطورية للدوران وهيك يعني الاشياء اللي بيسووها بالبالي فكثير حلوة يا اصدقائي واو وطبعا يبدو انه كل الاضواء مو سلطة عليها نفس ما عم تقول غوسب جول فواو كثير حلوة واحلى الشيء الثاج اللي فوق راسها فمعطيها جمالي كثير حلوة فياريت لو سووا هيك مركز خاص لهال موهبة تبعا رقص البالي هس يا اصدقائي تعالوا اخبركم عن الشيء الاخر طبعا طبعا في مهنة تبع الشرطة فبعد شوي حنشوفها ولكن قبل هذا رح يكون في عنا اعداء الشرطة واللي هما الحراميين او الحرامي طبعا يا اصدقائي نفس ما عم تشوفوا واو هذه لبسة اللصوص فطبعا تقول غوسب جول هاي لمن يحب الجانب الاخر من خطورة الحياة فنفس ما عم تشوفون طبعا تقول انتبهوا على حقائبكم لانه اللصوص اكثر ذكاء في هذا الوقت فطبعا شوفوا يا اصدقائي الملابس كثير حلوة يعني نفس ملابس السجناء اللي عم تشوفها بالكارتون وهي و هيك افلام و مسلسلات فشوفوا يا اصدقائي اوكي واحلى الشي كمان انه رح يضيفوا هاك اعثاث تبع السجن ولكن هاي يا اصدقائي تفتكرون تفتكرون هاللصوص حينتشرون في عالمنا بكل سهولة لا 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 يا اصدقائي طبعا اكيد ما في فوضى لهذا يا اصدقائي شوفوا بيك اكزي حتضيف مهنة الشرطي او ضابط الشرطة نفس ما عم تشوفوا ازاي تبعهم مع كثير اعثاث مع كثير اشياء اسطورية وسيارة خاصة بالبوليس او الشرطة فنفس ما عم تشوفوا يا اصدقائي بالبداية في ملابس للشرطي او ضابط الشرطة نفس ما عم تشوفوا ملابس كثير حلوة مخصصة ليلهم وكمان في لهم مكتب نفس ما عم تشوفوا واو كثير بيجنن وبالجهة الاخرى عم تشوفوا يا اصدقائي سيارة الشرطة الجديدة والي اتوقع يا اصدقائي هتكون كتير سريعة لانه معروفة على هايك سيارات الشرطة بتكون اسرع فهي اصدقائي سرح تكون اسرع ورح تكون فيها يمكن مميزات ثانية مثل انه نضيق اللمبة تبع السيارة وهاي الاشياء فكثير حلوة السيارة صراحة وفي الخبر الاخر تقول بالنسبة للي يحبون روتين الحياة اليومية فانه منصب امين الصندوق في السوق هو المهنة المثالية لالهم فنفس ما عم تشوفوا يا اصدقائي واو هاي هي الملابس الجديدة لهذه المهنة ونفس ما عم تشوفوا يا اصدقائي طبعا هم اللي بيكونوا يحاسبون على الاغراض تبع الزبناء في السوبر ماركت فلهاذي يا اصدقائي شوفوا هيضيفوا هذيك هذيك المشايا الي عم نحط فيها المنتجات وكمان يا اصدقائي هيضيفوا هيك منتجات جديدة مثل نفس ما عم تشوفوا مشروبات اه اشياء يعني هيك مثل زبدة مثل فواكه وخضروات كثير بتجنن انا اكثر شي عجبني هو الملابس تحسوها كثير حلوة وبالمناسبة يا اصدقائي بيكاكس دي حضيف عربة التسوق واو مثل ما عم تشوفوا يا اصدقائي هذي ولكن 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 هذي اصدقائي في الحياة الواقعية بنشوف كثير ناس بيحطوا عيالهم في هاي العربة فكأنه بيجبروا خواطرهم فنفس هيك يا اصدقائي بيكاكس دي هتساوي او ماي جاد تقول انه يمكننا نركب فيها عادي واو فكثير متحمس اجرب كيف رح ندفعها وكيف فينا كمان نركب فيها وهس يا اصدقائي حخبركم عن الخبر المفاجئي اللي قلت لكم عليه في بداية الفيديو طبعا يا اصدقائي خبر بخصوص حزمة مجانية لجميع اللاعبين هذه هي يا اصدقائي الحزمة هذي اللي سبق لبيكاكس دي منزلتها من قبل او ماي جاد اكثر شي اكثر شي انا حبيته هو ملابس الموسيقى او ماي جاد كانت كثير غالية هستم خالينها بالمجان او ماي جاد واو طبعا كمان حيضيفوا هاي تبع الحيوانات والاثاث فواو كثير حلوية يا اصدقائي فهذه الحزمة رح تكون مجانية لجميع اللاعبين بمناسبة عيد الشكر وهس يا اصدقائي حخبركم عن الخبر الاخر واللي باختصار رح يكون عن كريزيران تقول غوسب غول حيضيفوا تحديات جديدة او كثير بتجنن في كريزيران واو فكيف رح تكون ما ندري فشكلها رح تكون كثير بتجنن صراحة انا كثير متحمس عشان اجربها وهس يا اصدقائي نفس ما قلت لكم في بداية الفيديو كمان او في ميزة جديدة كثير حلوة رح تنزل في بيكاكس دي ولأول مرة ولأول مرة اشوفها في لعبة مشهورة مثل بيكاكس دي حتى بروب لوكس ولا مرة سبقيش شايفة فيها فهالميزة كثير بتجنن يا اصدقائي هسا ركزوا معاي عشان نحفهمكم عن الميزة ويمكن حتى اسوي لكم فيديو مخصص عنها فهسا يلا نبلش فكرة الميزة يا اصدقائي باختصار وهي من خلالها رح يمدينا نصنع شخصيات او لاعبين وهميين اوكي او ولكن احنا رح نقدر نتحكم فيهم اوكي فطبعا هاللاعبين اللي رح نصنعهم او ما موجودين بالحقيقة يعني نحنا او بنتحكم فيهم والاشخاص الثانين بيشوفوهم اوكي فبنتحكم فيهم يعني بنلبسهم او على او طريقة تبعنا كما بنتحكم فيهم يعني وين نروحو كل الخطوات فالنفس ما عم تشوفو في هاي الصور يا اصدقائي وعلى فكرة يمديكم تصنعون اكثر من 30 شخص او ماي جاد ولكن يا اصدقائي هسا هجاوبكم على اسئلتكم كيف رح تشغل الميزة وكل شيء طبعا يا اصدقائي للاسف الميزة رح تشغل فقط في البيوت اوكي يعني هالاشخاص اللي رح نصنعهم فقط هيكونوا في البيوت ولكن كيف رح نقدر نطلع هالاشخاص او نصنعهم طبعا يا اصدقائي رح نضغط على الزر تبع تعديل البيوت وحيطلع لنا خيار تعديل البيوت وانو نحط هيك الاثاث ونزين البيوت فالخيار اللي كنا بنعرفه والخيار الثاني هو الجديد واللي رح يكون عن صنع الشخصية جديدة رح تكون وهمية نفس ما قلت لكم احنا رح نتحكم فيها بعد ما رح نضغط عليه يا اصدقائي رح يطلع لنا هذا الخيار واللي من خلاله يمدينا نختار الشخصيات اللي احنا عنا اياهم وكمان يمدينا من خلالها نشتري شخصيات اكثر اوكي وطبعا يا اصدقائي بعد ما رح نختار الاشخاص او عدد الاشخاص اللي احنا ودنا اياهم حتطلع لنا هاي الخيارات تحت اوكي تحت الشاشة وهي هاي طبعا هاي الخيارات باختصار رح يمدينا نشيل الشخص اوكي الخيار هذاك يمدينا نشيل منه الشخص والخيار الاخر يمدينا نغير للشخص الملابس ونلبسه من الملابس اللي عنا اياها اوكي والخيار الاخر نتحكم فيه في الرقصات والحركات اللي يساويها والخيار الاخر فانه نتحكم فيه هيك فيه وين يروح وين يجي فهيك فهمتوا كيف وطبعا يا اصدقائي كيف رح يتمشى طبعا يمدينا نحنا نظل نحرك فيه هيك نحرك نحرك او يا اصدقائي يعني كل ما نتحرك يتحركوا ورانا هالاشخاص فهمتوا فهذه الفكرة باختصار ولكن يا اصدقائي الشيء الاخر اللي لازم تعرفوه هو انه الشخص الاولاني رح يكون مجاني واذا نريد نحصل على اشخاص ثانيين لازم نشتريهم من متجر بيك اكس دي صراحة ما ذكروننا اللي وحيكونوا بجواهر ولا كوينز ولا بشحن وبس والله يا اصدقائي هذه هي الميزة باختصار صراحة يمكن اسوي لكم فيديو ثاني اشرح لكم فيه الميزة بشكل اوضح وطبعا هذا هو فيديو اليوم لا تنسوا تدعموه بكثير الليكات واشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس ونلتقي خلال الفيديوهات الشيء الجاية فمع السلام و باي باي السلام اشتركوا في القناة